اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حال مشكلة عدم فتح على تطبيقك الخاص واتساب ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب سوف تقوم بالضغط على تطبيق واتساب هنا ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إشباري ثم تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالذهب لماتشار جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق واتساب سوف تجد هناك تعديد تضغط عليه ليتم تحديث التطبيق حد المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو